طيب نروح لأمر مهم جدا وهو من وزارة التجارة والصناعة في إطار برضو الأزمة في إطار المجهودات اللي بتعملها للدولة المصرية لاحتواء الأزمة الأخيرة الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار بحظر تصدير خمس سلع هي الفول العتس المكرونة والأمح والدي بجميع أنواعها وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان أنه القرار ده هيستمر لمدة 3 شهور وقالت أنه يعني القرار ده هيكون العمل بيه اعتبارا من تاريخ صدوره مع نشره بالوقاعة المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه تتقف شوية عند الخبر ده مع حضرتك سريعا كده لأنه فكرة أول حاجة هي إمتى الدولة بتلجأ للتصدير أنا بلجأ للتصدير كدولة لما بيبقى عندي اكتفاء ذاتي أول حاجة عندي هو السوق تلبية حاجة المواطن تلبية حاجة السوق حصل عندي اكتفاء أبتدي ألجأ للتصدير هنا بالضبط اللي الدولة المصرية عملته فيه أزمة برة فيه أزمة برة وإحنا كنا بنتكلم أنه ممكن تبعات الأزمة تطولنا خاصة فيما لا علاقة بمحصول الأمح والدرة ليه؟ لأن إحنا عارفين أنه مصر بتستورد من روسيا بتستورد من أوكرانيا الأمح وطبعا روسيا مميزة في حاجات كتير زي مثلا كمان البقول بالأضافة طبعا لأشياء أخرى بس إحنا بنتكلم على إحنا بنستورد إيه من الأماكن اللي فيها أزمة حاليا وطبعا إحنا شفنا مصر شغالة على قدم وثق لتوسيع الأسواق اللي هي بتتعامل معاها سواء بقى في السياحة سواء بالنسبة لتأمين الغذائي لأنه الأمن الغذائي بالنسبة لنا هو في الأولويات الخاصة بالدولة المصرية في هذا التوقيت على وجه الخصوص وطبعا الدولة المصرية لو إحنا رجعنا كده بالذكرة هنلاقي أنها قردي اشتغلت على الملف ده يعني زي ما إحنا بنقول هي ذكرت من بدري عملت الهومور كل عليها من بدري وبالتالي احنا بنحس أن احنا وقت الأزمة مصر قادرة توقف على رجليها وحسنا ده وقت أزمة الكورونا ودلوقتي كمان الدولة المصرية بتتعامل بشكل مبكر مع الأزمة الخاصة طبعا با الغذاء اللي بتطال العالم كله جراء الأزمة الروسية الأوكرانية حظر تصدير الأمح الفول العتس الماكرونة وده بيجي عشان تلبية حاجة السوق المحلي وده أولوية بالنسبة للدولة المصرية قبل ما بتفكر في فكرة التصدير صحيح التصدير طبعا حاجة مهمة جدا كدخل قومي بالنسبة لنا لكن بيكون أولوية عند أي حكومة أن هي تلبي حاجة السوق وحاجة المواطن في المقام الأول ترجمة نانسي قنقر